أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة مآلات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن ودور تحالف السعودية لإمارات في انقلاب عدن تمكنت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من السيطرة على معظم المعسكرات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن مصدر عسكري قال إن قوات الانتقالي سيطرت على الألوية الحكومية بعد انسحاب أفرادها وسط تحليق لطائرات التحالف وقد أصبحت المدينة تحت سيطرة الانتقالي بشكل شبه كامل المصدر أكد أيضا أنه تم رصد إمدادات كبيرة من السلاح والعتاد لقوات الانتقالي من معسكر التحالف الذي تديره القوات الإماراتية غربية عدن وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري قد أوضح أن الحكومة الشرعية في عدن تواجه إمكانيات وسلاح دولة بحجم الإمارات نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين لماذا غدر التحالف بالشرعية وما هو مشروعه في اليمن وما هي مآلات الأوضاع بعد إسقاط العاصمة المؤقتة عدن رسمت السعودية وحليفتها الإمارات واقعا جديدا في مدينة عدن لا علاقة له بتعهداتها التي أطلقتها عند إعلانها التدخل لإعادة الشرعية في مارس 2015 أكثر من أربعة عوام قضتها الرياض وأبوظبي في رسم سيناريوهات إعادة تقسيم وتفتيت اليمن ودعم الميليشيات المنفلتة عدن عاصبة اليمن المؤقتة اليوم باتت خارج سياق الدولة اليمنية وبرعاية رسمية من دول التحالف وتواطئ واضح من قبل الرئيس هادي الذي سبق له وأن سلم العاصمة صنعاء لميليشيا الحوثي المخطط ذات المخطط السابق مع اختلاف منفديه لم تختلف الأسباب ولا الذرائع ولا الممولون فالرعاية الخليجية كانت حاضرة في انقلابي صنعاء وعدن منذ أربعة أيام وعدن تعيش وضعا كارتيا ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والقذائف حاول وزير الداخلية ووزير النقل ومعهم قادة عسكريون قلائل الصمود والدفاع عما تبقى من شكل الدولة غير أن تلك المحاولات تركت وحيدة من دعم الرئاسة اليمنية والحكومة التي فضل مسؤولها التواري والسكوت التحالف السعودي الإماراتي كان حاضرا بقوة في الإمدادات التي وصلت لمؤذرة المجلس الانتقالي الموالي لأبو ظبي ومنحت السعودية غطاء سياسيا ودبلوماسيا لعملية إسقاط مدينة عدن وفرض واقع مغاير فيها ما الذي تبقى من غطاء أخلاقي لدى شرعية ويتخسر كافة معاركها وتلتزم الصمت إزاء مشاريع تدمير التي انتهجها التحالف وأدواته وما قيمة بقاء الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة ووزرائه وعشرات المستشارين والوكلاء ونواب البرلمان في حالة صمت وارتهان للأجندة السعودية معركة عدن أظهرت زيف الشعارات والأقنعة التي ارتدتها كافة الأطراف المحليات والإقليمية والدولية وستصبح علامة فارقة لما يأتي بعدها فالساعة القادمة كفيلة بكشف بقية التفاصيل والأطراف التي وقفت وراء هندستها ومن المستفيد من إعادة اليمن إلى عصر الدولات والميليشيات أرحب بضيفي المحللين السياسيين من العاصمة المؤقتة عدن عبد الرقيب الهدياني ومن تعيز عبد الهدي العزعزي وأبدأ مع ضيفي من عدن سيد عبد الرقيب الهدياني مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك سيد عبد الرقيب في ظل الأوضاع والتطورات الإنسانية في عدن إلى أين تنضي هذه المدينة وما هو توصيفك لما حدث ويحدث حاليا في العاصمة المؤقتة؟ بداية نتحية لكي أختي الكريمة ولمتابع القناة ما حصل اليوم في عدن هو انقلاق مكتمل الأركان مثل ما سلمت صنعاء للحوسيين اليوم سلمت عدن للمجلس الانتقالي وللمتمردين هنا وسنشهد اتفاق سلم وشراكة في الجنوب على غرار اتفاق السلم والشراكة الذي عقد في صنعاء الوضع الإنساني في عدن وضع مأساوي ربما هذا العيد هو سابقة لم تشهدها عدن في تاريخها المعاصر على الأقل في جيلنا نحن وفي أعرارنا نحن لم نشهد هذا العيد بهذه المأساوية وبهذه المعاناة وبهذه الدماء وبهذا الاحتراف عيد عدن حزين أليم الوضع الإنساني مأساوي المياه الشرب منقطعة منذ ثلاثة أيام الكهرباء الخدمات لم ينزل الناس إلى السوق ليتضعوا للعيد لم يحصلوا على احتياجات أطفالهم ولا للأغفيات عيد غريب جديد لم تألفه عدن والفضل يعود لهذا التحالف الذي قدم لمساعدتنا ولإنقاذنا فإذا به يصنع هذه المعاناة وهذا الألم وهذا التشرد وهذا الاحتراف نعم طيب سيد عبد الرقيب الانقلاب هذا كان على الدولة الشرعية كما فهمنا وعلى رأسها الرئيس هادي الرئيس الشرعي برأيك ماسر صمت الرئيس هادي حتى الآن على ما يجري ألم يحن الوقت ليقول شيئا ليفعل شيئا يعني الرئيس هادي وهذه مسيرته يعني لا يتحرك إلا إذا ذهبت الأمور إلى العودة لم ينصف منذ أربعة أيام والعاصمة المؤقتة تتعرض لهذه الحرب ورمزية الدولة الشرعية التي انحسرت على أجزاء شبيرة من عدن وكانت معاشيق القصر الرئيس كان يمثل رمزية الشرعية ها هو يوم يتم السيطرة عليه الكامل لإسقاط مشروعية الدولة لإسقاط رمزية شرعية الرئيس عبدالربو مصر هادي ولن نسمع منه أي تصريح أي توضيح لن يظهر لشعبه ليقول لهم من الذي حدث من الذي يجري من الذي يقود هذه الحرب سنوات ونحن نتحدث والشعب يضيح جراء التدخلات الإماراتية التي صنعت هذه الميليشيات والتي أوجدت هؤلاء المسلحين والذي سلحتهم وأوجدت سلطات موازية عدن وفي المحاربات المحررة والرئيس هادي يتصرف بسياسة غريبة اليوم بلغ السير الزباء وانتهت هذه الرمزية ودخلت هذه القوات الميليشياوية دخلت معاشيق ولم نرى الرئيس المختبط في قصر داخل الرياض ما هي خيارات القادمة لا ندري هل بقيت لديه خيارات بعد أن ضاع كل شيء ننتظر الساعة القادمة لعله عثا أن يخرج إلينا ويقول تصريح على الوضاع أو يعتذر لشعبه ويوضح لهذا الشعب ما الذي دار ما الذي حدث كيف انتهت هذه المعزلة إلى هذا المستوى أرجو أن تتقى معي أضم إلى الحديث معنا من تعز المحلل السياسي عبدالهادي العزعزي سيد عبدالهادي مساء الخير مساء النور سيد عبدالهادي كيف تنظر إلى المشهد السياسي والميداني بعد التطورات الحاصلة هل يعني هذا أن الشرعية أصبحت بلا أرض؟ هذا أرض ما لو أخذناه على هذا الشكل هذه المرة الثانية التي تحدث فيها هذه المسألة وليست المرة الأولى أصلاح الذي كان قائماً الموجودة في أدم من القرصين الشرعية والأخوة في المدرسة الإنترالي أدواتاً بصراع يفهده التحالف فيما بينه البين هذه المسألة التي حددت أسراء ومفضرة في أدم دون أسباب محددة بشكل واضح وأغلق الصراع دون توضيح له أغلق الصراع من الرياض وأعتقد أنه انفضر من العواصم الكليدية قبل أن ينتجر من عدم وأكت التوجيهات من العواصم الكليدية وتم إخراج قيادة عشر عيام والثلاث وجهة الداخلية والنقل وقاعد المنطقة العسكرية الرادعة أخرج هؤلاء وسلمة المدينة لمدلس الانتقالي ما صوتته ما هي الأسراب بأي اتجاه والقوة ما هي الآلية قالوا أن هناك اتفاق للتهدئة أبرنا في الرياض كانت قاطعه ليست الأطاف التي تقود العملية على الأرض أي ممثلة بوزير الدناعة برئيس الوزراء ووزير الداخلية وقاعد المنطقة العسكرية حول مدلس الانتقالي الانتقال قبرها ما بين الإمارات والمملكة العربية السرودية السلطة الشرعية هي المحايدة الوحيد في العملية فجر بيان من القوى السياسية قبل يومين وفجر عبد البارحة قبل أمس وقرض أيضا بيانا من مدلس الوزراء لا نجري هل هم في الحال هذه الديانات بشكل غصي أم لا القنوات التي كانت تنقل الأحداث هي القنوات التابعة للتحالف العربي الطيران يخلق فوق المنطقة هل التحالف حد إلى إيقاف المعركة لعدم تضحف مفوحية حتى لا يتحمل مسؤوليتها دوليا وهو استعمل مسؤوليتها كون أن جماعة المتعركة والسلاح والتمويل والتوجيهات ربما هذا ما وطل قرأت البداية ارتكاب انتهاكات سرحي الواطنين وغيره بدون مبرر وأيضا انفجرت بعد حالة مواقعات أسكرية لا نعرف ما وضع المدينة كمعدد الضحايا لماذا سقط هؤلاء الضحايا إن كانت تحالف يدير صراعا فلا داعي بأن يدير الجميع صراعا ويقوم على اليمنيين أن يقدمهم بسعود ضحايا وتضعف مآسي الإنسانية فوق المأساة القائمة إلى أين تتجه البلد؟ ما هو الوضع القادم على بقية المحاطبات؟ هل سوف تعود الحكومة التي لم تهب من سبقها من رموزها؟ وهم وزيران الداخلية نائبة إنتروزراء الداخلية ووزير النقل هل سوف يعودون أم لا؟ هذه تشكلة متراكمة منذ تحرير عدم ومنذ قرية الشرعية وهي نوعا أو هي انتجارة تشكلة علاقة الشرعية مع السحالف ونستطيع أن يكون للشرعية موقف البلد تحت البند السابع من ملتاق الأمم المتحدة وبالتالي أما الأحيات الأمم صاحبة القرار في 2012 كامل المسؤولية عن ذلك كون هذه الأفراد المتدخلة تدخلت منها على هذا التصوير والدوري هكذا يجب أن تصنف المسألة نعم الحمد لله أن المعارض توقفت وأوقف ندي تأجم وهذا يشبه للأفراد التي ربما انحنت للعاصفة ويجب تؤدي إلى تدمير عدم تدمير الكامل فيما شهدته عدم تدمير ويجب تدخل رحايا وحلاء هذه الأفراد التي يبنيت بالرصائل الأخوة في المنطقة أو في الدمارات على تبني برنامج إجراسي عاجل وسريع ولو وصل الحمر تزويد المدينة ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن عبد الرقيب الهدياني طرح سؤال مهم جدا قال ما هي خيارات الرئيس هادي اليوم أنا أحول السؤال إليك لأنه قال ليس لديه إجابة هل لديك إجابة لذلك؟ أعتقد أن الخيارات لديه خيارات الرجل قضيته مفتوحة من مدينة العامل ومفتحة المواطنات الدولية عليه أولا أن يواجه أن يواجه الداخل كرئيس للجمهورية منتخذ مسؤولية كاملة عن حناية المواطنين وعن الأحداث التي تبريد الجميع من هؤلاء معسكراتا تتبع السلطة الشرعية تتقاضى رواسدها منها وبالتالي هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحديد موقف هو والحقومة وهيئة المستشارين والأحزاب والبرلمان أيضا هذه قيادات البلد هذا الصمت يجعلهم شركاء في تبكة جمع الناس هذا الصمت أيضا يحملهم كامل مسؤولية يجب أن يكون همالك موقف وعليهم أن يستخدموا هذا الموقف بأي ثماني كان أيضا على الجانب الآخر هناك اليوم اتهامات للرئيس ولنخبة السياسية القابعة في فنادق الرياض بالعمالة والسكوت عن تمزيق اليمن ما تعليقك هذه المسألة لم يحن موعدها لكن أعتقد أن هؤلاء عليهم أن يجدوا موقف أن يقوم الصمت إلى هذه جربة مرعب وأن لا تقوم المسألة مجرد تحركات سفراء الدولتين الإخوة في المملكة وأيضا في الإمارات وأن تشبح الساءات تصريحات وغيره تصدر من الدولتين بدلا مما تصدر من السلطة الشرعية لا نجريها للشرعية فوضة التحالف العربي تصوضا كامل بالإنابة عنها وتوارث في الخلف أم أنها الصرف الأجاسي الذي يجب أن يتعامل عبره الجميع ويمر عبره الجميع هذه المسألة هي محتاجة وقت يعني في الأخير اليوم وقفت العمليات من تضير ربما يكون هذا الليل مستاحا لتحديد من قادم الأهم من ذلك هو أن تتوقف العمليات على الأرض وأن يتم إيقاف الزرحة أن يتم عملية إيقاف أي عمال انتقامية ربما تكون قدر مبررة ندعو الجميع إلى إيقاف هذا الدم وإيقاف أيضا جرى البلد إلى مأساة أكثر من المأساة التي تعيشها حاليا أشكرك زيزيلا شكر المحلل السياسي عبدالهادي العزازي كنت معنا من تعيز أعود إلى العاصمة المواقعة عدن وضيفي من هناك المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني سيد عبدالرقيب تحدثت عن انحراف أهداف التحالف الذي قلت أنه جاء لينقذنا كما قلت أنت بين قوسين لكن هل سقطت يعني هل بذلك سقطت القناع الإماراتي والتحالف بشكل عام وما الذي تبقى لتقوم الشرعية ما الذي تبقى لتقوم أيضا الشرعية وتنقض عنها الغبار وتقف بوجههما كما تكشفت طبعا بكل تأكيد فطورات التي حصلت اليوم في عدن هو هذا الانقلاب مكتمر الأركان الذي شهدته عدن تأكيد واضح على فشل حدث التحالف فشلا فشلا بريعا باعتبار هذه الميليشيات على مدى أربع سنوات يتم تجريبها وصناعتها وتسريحها بأموال وفلاح التحالف الإمارات تسلح والسعودية تنظر إلى هذا الواقع وتتغاضى إذن الطرفان هما مشتركان في سماعة هذا الواقع الذي وصلنا إليه اليوم العدن اليوم وهي كانت فيها رمزية الدولة الشرعية التي يناظل تحت ظلها وقانونيتها التحالف وترخل إلى اليمن في ظل هذا القانون وتحت هذا الغطاء اليوم تبرد وتنسهي وينسهي وجودها إذن ماذا بقي للتحالف في اليمن ماذا بقي من الذي حققه إلا هذه الدماء وهذا القتل وهذا التدمير وهذا الخراب الذي تعيشه عدم وتعيشه المناطق المحررة نحن اليوم المشهد اليمن الكامل محافظات بين قوسين محررة ولكنها تعيش احتراب وميليشيات وخارج الدولة ومحافظات أخرى في الشنان لا زالت تحت أيدي الحوثيين ما الذي صنع التحالف لم يصنع شيئا غير أنه أخذ من دمائنا وأرواحنا ودمر هذه الأرض ويعني البنى التحتية يدمرها الكامل تمام إذن ما المعادلة التي ستتشكل في الجنوب وفي رغبة التحالف كما يبدو جاليا لا لا يبدو أننا اليوم أمام واقع جديد يعني في عدم كما شعى المجتمع الدولي بصناعة اتفاق السلم والشراكة بعد أن سل مصنعا للحوثيين اليوم سيعقد اتفاق سلم وشراكة آخر في عدم بعد أن سلم عدم للمجلس الانتقالي موالي الإمارات ستبقى الحكومة الشرعية وسيبقى الرئيس عبد الرب ومصور هذه عبارة عن جيكور وعطاء قانون بهذا الواقع بينما الأمور تحت ليست في يدي ولا يملك الأمره شيء اليمن اليوم تحت سيطرة هؤلاء المتحالفين ويتقاسمونهم وفق مصالحهم وفق يعني خططهم لم يعد للحكومة الشرعية لم يعد الرئيس عبد الرب ومصور هذه من شيء ها هو اليوم اليوم الرارع من الاقتصال لم ينطق لم يخرج علينا أي مسؤول حكومي مؤتبر لم يتحدث مصدر يعني شرعي ليحل الأوقاع الأوضاع التي حصلت في عدن إذن كل الأمور سيد عبد الراقيب الخارجية اليمنية الخارجية اليمنية اختصرت ذلك كله في تغريدة قالت فيها ما يحصل في عدن هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية بالتالي ما الذي يتوجب على الدولة الشرعية فعله أنا أكذب أنه لم يعد هناك من خيارات في الحكومة الشرعية كي تنقذ الموقف الموقف يعني الموقف اليوم في عدن لم يعد بريها من خيارات هي يعني رأت هذا الواقع ينمو أمام عيونها هذه الميليشيات تتواجد رأت أن هدف هدف التحالف الذي طلبته إلى اليمن لكي ينقذها وقد انحرف واستمرت وطوارأت مع هذا الانحراف اليوم تجني بشكل طبيعي يعني هذا الانحراف الذي حصل في اليمن أمام عينيها وأمام وتحت يعني أمام الواقع هذا لا يمكنها أن تصنع شيئا لا تستطيع يعني من لم يخرج إلينا اليوم ليتحدث عما يدور لا يمكن أن يفعل الحقيقة ليغذر هذا الواقع طيب لا خيارات لدى الشرعية كما قلت لكن هل ذلك سيؤدي إلى أن سننا يمنا ممزقا لم نكن حتى نحلم فيه أو نراه في أسوأ كوابسنا هذا هو السيناريو المرعب الذي نراه اليوم يعني نحن أمام يعني واقع مخيف لم يعد هنا حتى شكل يعني حتى دولات يمكن أن تتعايش أو تستقر أنا أنا تحدث نتين في الجنوب اليوم الصراع يعني لا يمكن أن ينتهي إلى هنا هذا الجنوب لديه صئر من الصراع وشوخ كبير ينتج لخمسين سنة صراع مناطقي لا زال يؤبر عنه حتى اليوم الصراع من قول في عدم هو هو يأخذ هذا الشكل لا حتى يأخذ هم قابل آليا وشبوة يعني هذا هو الصراع وهذا هو الجرح الذي تعانيه ذات البلد الممزقة وجاء التحارف مجددها تنزيقا ليجعل الشمال يعني قطع متناسرة والجنوب كذلك إذن نحن أمام وضع مرعد نتمنى عن أن تخيذ نظرتنا وأن يحرز هناك مجدد لتعيد الأمور الإيراني صادية نعم سيد عبد الرقيب لماذا هذا التخاذ الدولي والإقليمي تجاه اليمن في أزمته الحالية وخاصة أن اليمن تواجه في أقل من عقد تواجه انقلابا ثانيا اليوم الموضوع يعني عبارة عن مخطط عبارة عن فيناريو يعني أكبر حتى من المستوى القليمي إلى المستوى الدولي هناك بعد دولي هناك يجري اليوم تكسيل المنطقة العربية هناك بعد للدول للجيوش يجري أن ما قد انتهد الآن وانه قد انتهد نفعوله حتى الزعام ويجب أن يعاد توزيع وتقسيم هذه الدول وهذا الشرق الأوسط على أساس المصالح الجديدة سواء لبعض الدول الإقليمية أو المجتمع الدولي هذا هو الواقع على اليمن الخراصي اليمن في ليبيا في سوريا في أكثر من مكان وسيعطي وسيعطي الدور على الخليج الخليج اليوم يتفتت والعيون ترمو إلى السعودية التي لم تفت هذا الوقتع وأن التآمر على اليمن وأن تفتيت اليمن وأن يضعاف اليمن هو ما هو إلا محطة للوصول إليها للأسف اليوم ستواطم على الإمارات بضرب الشرعية في عدم والكوزيون يضربون أبهى ومطارات الشعودية في ذلك الوقت وأن تتنبع لهذا الخطر الذي يحيط بها ويصنع عليها كم ناشى من كل الاتجاهات بالطبع لا نتمنى لهم إلا كل الخير لكن النار إذا محترقت في منزل ولم يساعد ولم يسهم الجيران بإطفاء هذه النار سيحترقون أشكرك جزيلا الشكر وقت عدن مشاهدين الحلقة انتهت شكرا لحسن متابعتكم والشكر لمعيد الحلقة ماهر أبو المجد وبقية الطاقم شكرا لكم إلى اللقاء